بسم الله الرحمن الرحيم هذا درس مراجعة سريعة على الكونستركتور نلخص فيها بشكل سريع اللي ذكرناه سابقا الكونستركتور عبارة عن method ولكنه من نوع خاص له ثلاث خصائص تقريبا في خصائص اضافية لكننا نتعلم في المستقبل لكن هذه ثلاث خصائص اللي تعلمنا حتى الآن أولا اسمه يطابق اسم الكلاسة التي ينتمي لها مضبوط زي ما تشوف هنا اسم الكونستركتور مضبوط employee هو نفس اسم الكلاس التي ينتمي لها تمام اسم الكلاس employee اسم الكونستركتور عندنا هنا employee زيان؟ طبعا capital small كل شيء اسمه يطابق يتم استدعاؤه من خلال new فقط مضبوط هنا مثلا عندنا كنستركتور هنا استدعناه employee من خلال new هو ليس الكونستركتور هذا وإنما الكونستركتور الثاني خويه اللي شفناه في المحاضرة اللي راح فإذن لا يمكن تستدعي الكونستركتور إلا من خلال new بينما الميثود زائد الأخرى مثلا الست هنا ما سحتاجنا new استدعيناه مباشرة الكوبي مثلا هنا كوبي تو هذه ميثود شفناها في محاضرات سابقة استدعيناها برضو بدون استخدام new تمام؟ بين employee أو عفوا الكونستركتور دائما يستدعي من خلال new زيان؟ لا يتم تحديد نوع القيمة التي يرجع على return type لأنه دائما يرجع الأبجيكت الجديد فهنا لاحظنا ما وضعنا return type في هذا المكان بينما هنا عندنا make copy عندها return type اللي هو employee تمام؟ زيان؟ equals عندها return type اللي هو Boolean زيان؟ هذي ترجع لي primitive type Boolean هذي ترجع لي reference من نوع employee الكونستركتور employee رح يرجع لي دائما reference للأبجيكت الجديد اللي سويناه باستخدام new لأنه دائما يستدعي مع new ورح يرجع لي reference للأبجيكت الجديد اللي هو من نوع employee اللي سميناه في new مضبوط فإذن اسمه يطابق اسم الكلاس الأبجيكت اللي يرجعه هو من نوع الكلاس فلذلك دمجنا ثنتين مع بعض تقدر تقول الشيء هذا فبدالما كتبنا له اسم وreturn type زي ما أنا شفنا هنا عندنا return type وعندنا اسم شفنا هنا عندنا return type وعندنا اسم لا الكونستركتور ما فيه الشيء هذا فائدة الكونستركتور الكونستركتور يستخدم لوضع قيم ابتدائية في الأبجيكت هذه هي الفائدة الرئيسية والأساسية حتى أن يتيح لك أو يسمح لك أنك تضبط وضع الأبجيكت أو الانيشيل ستيت للأبجيكت حالة الأبجيكت الابتدائية عندما يتم عمله في الهيب أو عندما يتم ولادته في الهيب تمام فإذن يعطيك التحكم في الشيء هذا فهذه هي المهمة الأساسية بالنسبة للكونستركتور من أهم فوائد الكونستركتور وإن كانت ليست فائدة يعني زي الفائدة الأولى لكنها فائدة كثير أنه يختصر على الشخص اللي يستخدم الكلاس حقتك أنه من استخدام السيترز لما أجي أنا أستخدم الكلاس إيمبليوي اللي أنت سويتها بدل ما أني أسوي ست 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 لا أنا أرسلك مرة واحدة كل الأشياء اللي يبغاها كل القيم اللي يبغاها وأنت تستدعي لي السيترز في الكونستركتور حقك تمام؟ هذه شفناها يعني في شفناها هنا مضبوط بدلا من أني أستدعي ست ست على طول أرسلت لك جميع القيم مرة واحدة في الكونستركتور مضبوط بدل ما أني هنا مثلا في E2 بما أني استدعيت الكونستركتور لا بد أن يقول هنا ست وست وست أستدعي جميع السيترز حتى أظن أني أضع قيمة ابتدائية هنا عندي الخيار أني أقدر أضع القيمة ابتدائية مرة واحدة كشخص يستخدم الكلاس حقتك هذا من أهم فوائد الكونستركتور وإن كانت ليست الفائدة الرئيسية أخيرا الكونستركتور يسمح لك مسموح لك أنك تكتب أكثر من كونستركتور في الكونستركتور الشرط هو اختلاف البراميترز مضبوط اختلاف عدد البراميترز اختلاف نوع الديتا تايبت حق البراميترز وما إلى ذلك وهذا إن شاء الله راح نفصله هو هذا نسميه كونستركتور أوبرلودين وهو حالة خاصة من الميثود أوبرلودين لما نشرح الميثود أوبرلودين وقوانين الميثود أوبرلودين نطبقها بكل بساطة على الكونستركتور أخيرا الكونستركتور يستطيع أن يستدعي ميثود ثانية زي ما شفنا هنا زين ويستطيع الكونستركتور أنه يستدعي كونستركتور آخر زي ما شفنا هنا هذه ميثود تستطيع أن تستدعي الكونستركتور هذا باستخدام كلمة ما تكتب اسم الكونستركتور زي ما يعني هنما تعودين كيف نستدعي ميثود ثانية مضبوط وإنما نكتب كلمة إذن إذا constructor يبغي يستدعي constructor ثاني لابد أن يضع كلمة مضبوط وليس وليس كلمة وليس استدعاء هذه مضبوط ولاحظ أن هذه حالة خاصة أنا قلت لك من شروط ال constructor دائما يستدعى باستخدام new مضبوط إلا في الحالة هذه لما constructor يستدعي constructor ثاني فإنه لابد أن يستخدم مضبوط طيب لو مثل تبغى تستدعي constructor لو مثل تبغى تستدعي constructor عادي جدا تستدعي constructor باستخدام new وحنا شفنا الشي هذا في الميثود ميك كوبي هنا عندنا ميك كوبي استدعت الكونستركتور باستخدام كلمة new سواء من المين أو من الميثود زلي جوة تستطيع تستدعي الكونستركتور باستخدام كلمة new حتى أن يسوي لك object جديد وسواء أننا شرحناها لكن إذا كونستركتور يبغي استدعي كونستركتور ثاني تستخدم كلمة this والغرض زي ما قلنا وهو هدفنا دائما من بداية ما تكلمنا عن الميثودز هذا هدف واضح جدا لنا نبغى نسهل صيانة البرامج بتقليل تكرار الكود نضبوط هنا قللنا تكرار الكود بدلا ما نكتب set 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 جوه الكونستركتور هذا استدعينا الكونستركتور الآخر هذا بشكل عام ملخص عام للكونستركتورز والفرق بين الكونستركتورز وبين الميثودز العادية والفائدة الفوائدة الرئيسية لكونستركتور الفائدة الرئيسية والأساسية للكونستركتور وأحد الفوائد المهمة جدا لأنا لاحظتها في البرمجة وإن لم تكن هي الفائدة الأساسية والرئيسية ولكن فائدة مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر